بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدريك ما الحقة كذب الثمود وعابه بالقارعة وأما ثمود فأهله بالقاغية وأما عادوا فأهله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام أسوما فتر القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية فهبتر لهم من باقية وجاء فنعون ومن قبلهم ومن متفكات بالخاطئة فعصى الرسول ربهم فأخذهم أخزة راضية إنا لما طغر ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فبكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملأ على أردائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغربون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابا بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظناء أمني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها ذانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم قوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية كذوا فغنوه ثم الجحين صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون زراعا فاسلوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسجين فليس له اليوم ها ولا حميد ولا طعام إلا من المسجين لا يأكل إلا الخاطئون فلا أقصر بما تبصروا وما لا تبصروا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوتيم فما منهم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أنت منهم مكذبين وإنه لحسرة على التيفين وإنه لحق يقين فسبح اسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر